قبل أيام قليلة مضت صدرت قرارات ملكية مباركة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في كل قرار من هذه القرارات صدرت من القيادة الحكيمة صدرت من قيادة الوقت والزمن قيادة الحزم والعزم حفظ الله لنا قيادتنا رشيدة بقيادة سمو سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عادي الأمين صاحب السمو الملك المير محمد بن نايف وصاحب السمو ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وبقية قيادتنا الرشيدة وتهانينا الحارة لكافة معالي الوزراء بمناسبة تعينات الجديدة وكافة المسؤولين في هذا البلد المعطاء كما نقدم أسماء عبارات الشكر والتقدير لكل اسم من الأسماء التي غادرت الكل اجتهد لكل مجتهد نقول أصاب له أجران ومن لم يصب كان له أجر واحدا الكل كان مجتهد في خدمة هذا البلد المعطاء نعيش نحن وياكم أعزائي المشاهدين في مرحلة الرؤية 2020 و2030 التي بدأت بوادرها والله الحمد والبنى ناجحة على كافة الأصعدة إن كانت رياضية اجتماعية اقتصادية أو ترفيهية أو سياحة على كافة الأصعدة نحن نعيش في زمن قيادتنا تقودنا فيه إلى ما شئت الله بشكل تصاعدي إلى مصاف الدول التي نقود فيها المكانة التي نحن نستحقها الدول الأهمية الأقليم المنطقة أو كذلك فيما يعرف بمصطلح العروبة بقيادة إذن المملكة العربية السعودية